صواح الخير عاملين ايه هنعمل النهاردة مع بعض احلى فطور شتوي اه ومعتمد عندي في البيت في وجبة الفطار في الشتاء عندي مجموعة من الخضروات عبارة عن اه جزرية زيارة مع فلفلاية اه كمان كم عود خاص وبصلة زيارة حسب الرغبة مع طماطمية زيارة كل مقطع صغير وهبدأ انزل بهم مع كم علاقة زيت واشوح الخضار تشوحتين كده وبعد كده هبدأ انزل بالبيض هنعمل هنا البيض عيون بتعمل البيض على حسب الكمية اه او عدد الافراد اللي هتفتر معيك وبعد كده بديله رشة ملح بفلفل اصمر وما قطرش جامد يعني علشان آآ هننزل وهنديها معلقة جبن كريمي فعشان الملح يبقى مظبوط وكل حاجة تبقى تمام ببدأ بقى اضيف الجبن الكريمي وبراحة كده بحاول افردها حوالين البيض وبعد كده بغطي عليه وبسيبه في اقل من خمس دقيق وعلى نار متوسطة يبقى البيض جميل عندي الوجبة دي تقدر طبعا اي حد من اخواتنا اللي بيعملوا الضيت يفتروا بيها لو طبعا زي حالتنا احنا ما بنعملش ضيت نبدأ ناخدها بقى ونعمل بقى السندويتشات الجميلة هبدأ اخد عندي ادي كده واحدة كده وهقطعها وحاول افردها بقى في السندويتش وانزل بقى عليها بعض من الخضار مش عايز اقولك بقى بصراحة الريحة عاملة زي في الشقة مش في الشقة بس في العمارة قلبة الدنيا خالص حاجة كده جميلة جدا كاينك بالزبط بتشوي لحمة كده تمام وابدأ بقى اقفل السندويتش بالافلة ديت ونعمل واحد كمان ونحط عليه الخضروات الجميلة اللي انا قلتلك عليها الى جانب العودين الخاصي دولة جربيهم في السندويتشات دي بتديك تستعالي جامد جدا ودوة هلفه بقى الرول كده وبعدين عايزين ندلعه بقى ممكن انتش تكليل كده جاهز على طول وممكن بقى روح حطينه تاني ونرجعه للجريلة ونديله بقى كده لون كده على الوش ده ولون على الوش كده حاجة كده جميلة جامد جدا ومنجير طبعا منحط زيت ولا اي حاجة احنا كده حطيناه مطرح الجريلة اللي احنا عملنا فيها البيض مع الخضروة ونقطعه بقى طبعا يفضل ان انت لو هات قدميه للاولاد تلفه لهم بمناديل آآ بتاعت المطبخ ان شاء الله تجربي الوصفة وتنقل اعجابكم ساعدت بيكم ومعاكم كانت معاكم ناتجة فايد من مطبخ بيت زي شيف دوم دوم في رعاية الليه شكرا